قالت إنها تقيلة على مصر لسه بتعتبرها بميت وش ولطيفة وغدا منها موقف الخلاف بينها وبين فارس كرم وصل للمحاكم مريام فارس عندها مشاكل مع طوب الأرض في مصر ولبنان في سنة 2019 وأثناء حضور مريام فارس مؤتمر صحفي في المغرب صحفي سألها هي ليه خفت تواجدها في مصر وما بقتش تعمل حفلات زي الأول مريام ردت وقالت إن من بعد 2011 وهي أجرها بقى عالي أكتر من إن مصر تتحمله قالت أنا كبرت وأجري عالي ومتطلبات كتير فهكون صريحة أنا بقيت تقيلة على مصر التصريح ده قضى على أي زرة حب ليها كانت موجودة في قلب المصريين حتى كتير من زمايلها ومنهم هادي كرم المطرب اللبناني قال لو هي تقيلة على مصر أم الدنيا بلد المجلسوم وعبد الوهاب تبقى تقيلة علي أنا كمان ده غير الطلبات الكتير اللي تقدمت بمنعها من دخول مصر والفنانين اللي هجموها زي عمير طعيمة اللي قال لها إن في نجوم لبنانيين كتير بيجوا مصر وبياخدوا فلوس أكتر منها بكتير وقال لها بلاش مصر يا مريام لو مش من باب الأدب فمن باب الزكاء مريام فارس خافت تتمنع من دخول مصر فعلا فعمل ببيان وفيديو بتقول فيهم إنها مش قصدها وكلامها بسرعة مع اللهجة الليبنانية هو السبب ورسوق التفاهم ده وإنها صحيح بدأت من لبنين بس إن جميتها الحقيقية صنعتها في مصر واعتذرت لكل الشعب المصري بعد خلافهم سوا هي وابن بلدها فارس كرم بسبب حفلتهم في السعودية وإصرار مريام إن صورتها تبقى أكبر من صورته قال عنها إن عندها مشاكل مع كل العالم ولما هو تكلم مع ليسا في موضوعهم قالت له إنها ما بتحبهش لإنها بميت وش وإن المفروض لطيفة كانت تكون معهم في الحفلة بتاعة السعودية بس هي اللي طلبت إنها ما تكونش موجودة وبعدين اعتذر إنه حط إسم لطيفة في الموضوع من غير إذنها ولطيفة قالت له إنها كده كده ما بتردش على اللي بيسيق ليها مريام قالت إنها تفجأت من تصريحات فارس كرم وإن ملهاش علاقة بموضوع السور ده خصوصا إن هي درشحته عشان يغني في الحفلة والجوملة دي خلت فارس ينفعل أكتر ويقول لها ترشحيني إزاي ده نبادئ من قبلك وكنت بتجري ورايا في الحفلات عشان تتصوري معايا آخر الليل كل الكلام ده خلى مريام تشوف إنها بتتعرض للإساءة وقررت ترفع دعوة ضد ابن بلدها فارس كرم بس هي برضو اللي طلعت تاني واعتذرت وقالت لو فارس كرمز علي مني أنا أسفة السنة اللي فاتت وبعد أكتر من ثلاث سنين على موضوع إنها تقيلة على مصر تم الإعلان عن حفلة لمريام في القاهرة وفجأة ومن غير أي مقدمات قالوا إن الحفلة دي اتلغت الكل قال إنه أكيد بسبب موضوعها القديم وإنها فعلا اتمنعت من دخول مصر لكن المنظمين بتوع الحفلة نافوا الكلام ده وقالوا إن فجأة جالها هي وكل الفرقة بتاعتها فيروس كرونا عشان كده الحفلة ما تعملتش ولحد النهاردة لسه محدش عارف يخفر ليها كل الكلام اللي هي قالته